يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة حكاية وحكاية كبرت كبرت ليه هنعرف ايه أصل الحكاية هنعرف ايه اللي بيحصل في الحكاية دلوقتي برضو هنعرف بالتفصيل الممل جدا جدا مش هتملوا يعني بس هذا نقول كل التفاصيل إن شاء الله يعني كنت وسيطلع وقال إنه الأهلي مسؤولي النادي الأهلي فرضوا وكلاء أو بعض وكلاء اللاعبين على زين الدين بالعيد اللاعب الجزائري عشان ينضم للنادي الأهلي وده كان سبب في فشل الصفقة ده العنوان فالنادي الأهلي بعدها مباشرة أجرى تحقيقاته والنهاردة كان بيحقق مع كندوسي وبيسمع من كندوسي موقف محترم برضو من نادي الأهلي لأنه يسمع يعني إيه بقى الحكاية أول حاجة النادي الأهلي كان تفاوض كثيرا مع زين الدين بالعيد لدرجة إن كلنا قلنا إنه زين الدين بالعيد أصبح لعبا فيه النادي الأهلي قبل ما يحترف في أوروبا ده كان بناء على إيه؟ بناء على موافقة من زين الدين بالعيد موافقة من ناديه والأمور كانت خلصانة فجأة سحينا منهم لقينا إنه اللاعب ما راحش النادي الأهلي وراح نادي في أوروبا إيه المشكلة؟ إيه الأزمة؟ وإيه اللي حصل؟ من طقطة لسلام عليكم هتسمع الكسة دلوقتي بالتفصيل بالتفصيل أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي بناء على طلب من الجهاز الفني للنادي الأهلي ولجنة التخطيط اتفضل روح تفاوض على ضم زين الدين بالعيد فتحدث أمير توفيق مع اللاعب فاللاعب قال له ممكن تتواصل مع والدي تواصل أمير توفيق مع والد اللاعب والد اللاعب رحب جدا وقال له نحب نلعب أمني يلعب جدا في النادي الأهلي أكبر نادي في القارة الأفريقية ومن هنا بدأت المفاوضات المالية اللاعب كان لديه شرط جزائي في عقده مع النادي الجزائري شرط الجزائي ده كان بحوالي 900 ألف دولار امشي معي واحدة واحدة واسمع الأرقام وبالتفصيل الممل عشان تفهم الدنيا راحت إزاي المهم مش الموضوع والمفاوضات كانت ماشى بشكل رائع جدا وبقينا أنه الأهلي يدفع الشرط الجزائي لا بلاش ندفع الشرط الجزائي عشان دي حرام يعني أن دي هيبقى متدايق فندفع رقم أعلى شوية مهم كده المفاوضات مشى كده بعد كده دخل في الموضوع وكيل اسمه علي كرماني الوكيل ده بعت لأمير توفيق الحاجات دي موثقة لأنه بعت على الوطن موثقة فقال له أنا وكيل اللاعب أرجو من النادي الأهلي أن يكون التعامل معي فسألوا أمير توفيق إيه اللي يثبت معاك أن أنت وكيل اللاعب فقال له أنا مفاوض من اللاعب قال له آه إيه اللي يثبت في الراجل ما بعدش حاجة لأمير توفيق فأمير توفيق مفاوض النادي الأهلي قال له أنا معرفكش مش هتعامل معاك علشان أمير توفيق كمان لما راح لوالد اللاعب فوالد اللاعب قال له أنا بس المسؤول عني عن اللاعب وما فيش حد تاني وكيله فبدأ يتعامل أمير توفيق مع والد اللاعب فيما يخص الأمور المالية الخاصة باللاعب ثم تدخل وكيل تاني بناء على طلب من والد اللاعب اسمه عبد الرحمن زيتوني عبد الرحمن زيتوني يملك من الأوراق الرسمية اللي تفيد إن وكيل اللاعب وعبد الرحمن زيتوني يتعامل في مصر مع وكلاء اللاعبين منهم يحيى علي عادة دي نقطة كده عابرة الوكلاء المصريين أو الوكلاء العرب بيتعاملوا مع بعض بعقود مشترك يعني زبط لي هنا لعبة من مصر أخذهم عندي وانت زبط لي لعبة من الجزار أخذهم هنا ويبقى فيه ديل بيني وبينك فعادة دي بتحصل مع كل وكلاء اللاعبين اللي في مصر مع الوكلاء اللاعبين في الوطن العربي وبرى الوطن العربي كمان فده بيحصل يعني تمام وفدل الأمور مشى كده وعلي كرماني اللي هو الوكيل مصمم إنه يتدخل في الصفقة والأهلي اللي بينوب عنه أمير توفيق هو ما يقدرش يتعامل مع علي كرماني إلا بأوراق رسمية وإلا هنا يودان أمير توفيق إنت زي تتعامل مع واحد بدون أوراق رسمية يبقى أنت هنا عندك مشكلة فالراجل ما اشتغلتش معي فده الموضوع ماشي بشكل رائع جدا لدرجة إن اللاعب أرسل موافقته على الانضمام للأهلي النادي أرسل موافقته على شروط النادي الأهلي وكل شيء ماشى بشكل طبيعي جدا في اللحظات الأخيرة وصل لللاعب عرض من نادي أوروبا واللاعب كان مفوض اتنين واحد في المنطقة العربية وواحد آخر يشوف له عنديه في أوروبا فجاله عرض من أوروبا أقل من العرض اللي هيقدم للنادي الأهلي فاللاعب كانت رغبته الأولى وكانت قيلها للنادي الأهلي أنا لو جالي عرض من أوروبا هاختر أوروبا عايز أروح أحترف في أوروبا في اللحظة دي الأهلي انسحب من الصفقة بكل احتراب مع اللاعب واللاعب نفس الأمر وهاديك دليل إنه اللاعب ما عنده مشكلة وخلص الموضوع عند هذا الحد هوريك حاجة دلوقتي اللاعب نزلها على انستجرام عمل ستوري على انستجرام يبرق تماما كل مسؤول النادي الأهلي بين كوسين أمير توفيق مسؤول التعاقدات تعال نشوف بص يا سيدي قالك بسم الله الرحمن الرحيم كنت أفضل السكوت وعدم الخود في الجدال احتراما لزميلي وصديقي في المنتخب يقصد كندوسي واحتراما لكيان النادي الأهلي وجماهيره ولكن الحال يقتضر رد وبيان الحق وتوضيح الأمور النادي الأهلي لم يفرد علي أي وكيل وأنا من اخترت وفوضت من يمثلني والمفاوضات مع أمير توفيق صارت باحترافية وهو شخص محترم عدم امضاء للنادي الأهلي لأنني فضلت للاحتراف في أوروبا ولم يكن بسبب أزمة الوكلاء مثل ما يشاع بعض الوكلاء تريد الاستياض في المياه العكرة وإقحام اسمي في مشاكلهم الراجل صاحب الشأن طلع وقال لك أمير توفيق بريء الأهلي بريء الأهلي ما فرطش علي وكلاء الكوميدي في الأمر كوميدي مصار سخرية إنه فيه ناس تقولك لا لا واضح إنه بالعيد مضغوط عليه عشان كده كتب الكلام ده يعني إيه مضغوط عليه طب يا عم يا سيدنا يعني إيه مضغوط عليه لاعب لت بيلعب في نادي في أوروبا أنا حتى كمانا ما مش تحت رحمة النادي الأهلي لاعب هو رغبته أصلا يلعب في أوروبا فأكيد دلوقتي مش هدفه إن ييجي النادي الأهلي فيقول لها أقول كلمتين زي دول لاعب خلاص بره الحكاية لاعب لو كان عايز يلعب في النادي الأهلي وحد بوازهاله من النادي الأهلي فهتبقى فرصة ليه عظيمة إنه يطلع يقول أي وحد بوازهالي أو يسكت ما لو سكت هنفضل نود الاتهامات رايح جاي ويسيب الناس كلها تاكل في بعض ولا ما ليش دعو دي نقطة النقطة التانية وأرجو يكون كلامي مفهوم بالمنطق اللي هو إيه بحاول أتكلم بالمنطق أنا الحمد لله يعني كل الناس بحبهم وأحب الناس كلها تحترمني بس أنا ما ليش أصدقاء يعني ما ليش أصدقاء في الوسط مش اللي هو أنا بعمل حاجة بجامل فلان ما بيفرق يعني تمام كلنا بنشترك في العمل وكلهم زمال أعزاء بس نجي نفكر بالمنطق أول حاجة النادي الأهلي منظومة كلنا عارفين إنه منظومة يعني إيه يعني أي حد بيشتغل في المنظومة ده هو تحت الرقابة وتحت المحاسبة وبيتشاف شغله يوم بيوم ومعروف بيحصل فيه إيه وأي حاجة هياخد فيها خطوات فالنادي الأهلي شايف يعني إيه يعني مثلا أمير توفيق عايز مثلا يستخدم بعض الوكلاء في مصر مثلا يعني لا أسباب غير شرعية مش أسباب يعني فيها مشاكل مالية تمام غنادي الأهلي شايف الإدارة شايفة لدي التحطيط شايف طيب